البعض يحاول أن يحمل هذه الحكومة كل أخطاء السياسة العبثية في قطاع الكهرباء 17 سنة من الفوضى، 18 سنة من الفساد في قطاع الكهرباء 18 سنة من الهدر في المال في مجال الكهرباء هذه حكومة عمرها سنة دعا لحملها كل مسؤولية قطاع الكهرباء وقطاع الكهرباء لا ينصدح من اللي تنوضحها بهذه الكلمات لخص رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مشكلة وواقع الكهرباء في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن رافضا قيام بعض السياسيين بتأجيج الوضع لمصالح انتخابية وفئوية ضيقة حديث الكاظمي مع المحافظين أشر بوضوح أن الكهرباء مشكلة سياسية وأمنية تشابكت عليها عوامل عدة وتحكمت بها أجندات دولية تلقت مع مصالح بعض الفاسدين من غير معقول أن المسؤولين لم يضعوا في بالهم أو في حسبانهم تنوع المصادر في الربط الكهرباء ولهذا أخذنا قرار بالربط الخليجي وكذلك ربط مع الأردن ومصر ويفهم من حديث الكاظمي أن هناك أربعة أسباب أدت إلى انهيار منظومة الكهرباء في العراق والتي لن تعود كما كانت في وقت قصير والأسباب هي أولا إقاف طهران خطوط تصدير الكهرباء إلى العراق وثانيا تقليل كمية الغاز الخاص بمحطات الكهرباء وثالثا استهداف أبراج ومحطات الطاقة ورابعا خروج بعض المحطات عن الخدمة جراء الضغط المتزايد عليها كل محطاتنا في الكهرباء في العراق محطات غازية ها ما أرجعش للسؤال سبب وطع السنة ما صارت تخطيط الشون تبنون محطات غازية وانت ما عندها غاز وبالرغم من أن الإجراءات والتدابير السريعة التي اتخذها رئيس الوزراء حتى وهو خارج البلاد أسهمت بإعادة المنظومة قريبا لما كانت عليه قبل فجر يوم الجمع إلا أن استمرار الهجمات على أبراج نقل الطاقة الكهربائية أثر سلبا على الجهود التي بذلتها خلية الأزمة الطارئة لمعالجة وطع الكهرباء لكن ذلك لم ينهي غضب الشارع العراقي إزاء أزمة الكهرباء إذ يواسل العراقيون التظاهر في عدد من المحافظات احتجاجا على ترد مستوى الطاقة الكهربائية في البلاد والمطالبة بمحاسبة المقصرين والمتورطين بالفساد يشار إلى أن مجموعة المبالغ التي تم رصدها لإعادة إعمار وتطوير المنظومة الكهربائية بلغت ثمانون مليار دولار خلال ثمانية عشر عاما من دون أن يلمس المواطن العراقي ثمارها بسبب اتساع رقعة الفساد المال والإدارة في الحكومات المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر